طيب نروح بقى لملف التعليم والثانوية العامة خلاص طبعا النتائج طلعت وفي الفترة دي دايما بيبقى فيه فترة التقديم على امتحانات القدرات فبالتأكيد من الحاجات المهمة جدا وكلكم تركزوا معايا اللي عايز يدخل اي كلية من الكليات اللي بتطلب اجراء هذا الاختبار الخبر ده خاص به الدكتور ايمان عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اكد على ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة ده علشان تنظيم الاختبارات دي اللي هي اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الرغبين في الالتحاق بكليات اللي بيشترت القبول فيها اجتياز اختبار القدرات المؤهلة لها وهي بالتأكيد هما تسعى كليات على مستوى الجمهورية بقى العديد من الكليات الحقيقة بس هي تسعى حاجات كلها دايما بتبقى مرتبطة الى حد بعيد بالموسيقى وبالفنون وبالرياضة والحاجات دي كلها اللي بتطلب اختبارات شايفين الموقع على الشاشة وطبعا بيبقى فيه شروط وقواعد القبول صادرة من المجلس الاعلى للجامعات الدكتور ايمان عشور اشار كمان ان بيتم العمل على التسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي بالتأكيد اللي هو الدولة كلها دلوقتي فيه اتجاه كبير لتحول الرقمي فعشان كده الموضوع ان انت بتدخل من عن طريق الموقع اللي احنا برضو شايفينه على الشاشة عشان تعمل التسجيل بتاعك وتسجل رغباتك في اداء اختبارات القدرات وده الكترونيا عن طريق الموقع اللي هو شايفين حضراتك على الشاشة الموضوع سهل جدا بتدخل برقم الجلوس وبالرقم القومي وبتختار ايه النوع الاختبارات القدرات اللي انت عايز تعمله وبعد كده هم بتعمل طبعك ويديك ريسيت او كده بتعمله بتطبعه ويبقى عندك وبعد كده بيبعتولك امتى معات هذا الاختبار وكمان السيد عطر رئيس القطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اضاف وقال ان عدد المتقدمين لغاية دلوقتي من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم السبت بلغ لغاية دلوقتي او السبت طبعا هو كان امس لغاية النهاردة يعني النهاردة طبعا لسه اول اليوم فاخر حاصر كان يوم السبت 72000 طالب وطالبة رقم كبير جدا بالتأكيد وده طبعا على الموقع الالكتروني اللي كنا لسه شايفينه مع حضراتكو وقال كمان ان الموقع التنسيق الالكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لاجراء اختبارات القدرات لغاية يوم الخميس الموافق 3 اغسطس المقبل ان شاء الله واشار الى ان الموقع متاح للطلاب على مدار 24 ساعة مرة تانية الطلاب اللي يدخلوا بقى فنون جميلة سواء كان فنون او عمارة الفنون التطبيقية الحاجات اللي كلها متصلة سواء كانت بقى كليات التربية النوعية الموسيقى الفنون الحاجات دي كلها بتتطلب اجراء هذه الاختبارات فكل طلاب اللي عايزين يدخلوا هذه الكليات لازم يدخلوا يسجلوا من دلوقتي علشان يحجزوا معاد لدخول هذه او الاختبارات علشان يتموا القبول ان شاء الله ربنا يا رب يوفقكو وتدخلوا كل كليات اللي بتتمنوها اشتركوا في القناة